السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الطبخة سهلة ومعايكم نشوة مجدي النهاردة ان شاء الله هنعمل الدونات المحشية او كاية هشة وجميلة جدا جدا وزي ما احنا عارفين هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة وبدون عجن وهتطلع حلوة قوي وهشة قوي وطعمها تحفة خليكم معايا هنا المقادير عندي هحتاج كوباية لربع من الحليب الدافي وهضيف عليها معلقة كبيرة من السكر زي ما احنا عارفين الحليب الدافي ولا هو سخن ولا هو بارد علشان الخميرة بعدين هضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية هقلبهم مع بعض كويس لحد ما الخميرة والسكر يدوبوا في الحليب بعد كده هغطيهم واسبهم تقريبا عشر دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل وحس انها عملت لي رغوة كده فوق الوش هاي دي بعد العشر دقايق علشان اتأكد ان الخميرة كويسة يبتعمل زي الرغوة كده هي فوق خلص كده تمام هبدأ اضيف بقى باقي الاضافات هحط بضايا وهحط تلات معالق كبار من الزبدة يعني انا هاخد الاول تلات معالق من الزبدة وبعد كده هسياحهم تلات معالق تقريبا عاملين اربعين جرام من الزبدة حط نص معلقة من الفانيليا وهقلب كويس كل الخليط مع بعض بعد كده هبدأ اضيف الدقيق انا هنا عندي كبايتين من الدقيق المنخول لازم يكون منخول يا جماعة وبعدين هبدأ ان انا هقلبه مع الخليط بتاعي وهزود كمان ربع معلقة صغيرة من الملح وهنا الكبايتين مش اساسي انتي ممكن تحتاج تضيفي مثلا معلقة او معلقتين من الدقيق علشان العجينة تلم معاكي على حسب نوع الدقيق يعني انا هنا حطيت كبايتين وبعد كده حسيت اني محتاجة شوي دقيق فاضفت بس معلقة واحدة من الدقيق يعني هنا هنا كبايتين ومعلقة انتي ممكن ما تحتاجيش تضيفي المعلقة دي ممكن تحتاجي انك تضيفي معلقتين على حسب نوع الدقيق لكن ما تزوديش هوريك القوام اللي احنا عايزين نوصله لازم العجينة هتلم معاكي منين الطبق اللي انت بتعجيني فيه لكن هتكون ملزقة في ايديكي ما هياش نشفة وزي ما احنا عارفين مش هنعجي نحنا هنفضل نضغط فيها بالشكل ده لحد ما كل المكونات تلم شايفين ملزقة في ايدي ازاي مش هزود دقيق علشان ما تبقاش معايا بعد ما تستوي زي العيش انا عايزها هشة وعايزها حاجة طماحل هي مش بيتزا ولا عيش لا هي هتبقى ملزقة كده علشان تبقى طرية وهشة هسيبها تخمر بقى تاخد راحتها انا هنا قعدت معايا تقريبا ساعة ونص علشان يتضاعف حجمها طبعا العجين اللي بيبقى فيها زبدة او زيود بتاخد وقت اكتر في التخمير فانت يعني رأبيها لحد ما تلاقي ان حجمها الضاعف ممكن تاخد معاكي ساعة ورابع ساعة وتلت ساعة ونص اديها وقتها بعد كده هبدأ ألمها كده وطلع كل الهواء اللي فيها زي ما احنا شفنا احنا ما عجلناش احنا وضلنا بس ضغطنا فيها كده شوية لحد ما كل المكونات اتجمعت مع بعض شايفين هنا بعد ما اتخمرت لمت معايا لكن برضو عجينا طرية قوي طرية جدا في ايدي وملمسها ناعم وحلوة قوي هرش رشي ديق تحتها ورشي ديق فوقها كده وهبدأ أفرد فيها وهنا بقى لازم تفردي وتسيبيها سميكة ما تفرديش وتخليها رؤياء لو رؤياء وجيتي تقليها هتفرق معاكي لأنها بتنفخ قوي فلازم تكون تخينة يعني ممكن تبقى سنتي أو سنتي ونص تقريبا بعد كده بقى بالقطع وبالمقاس اللي انت عايزاه ابداي قطعي أنا هنا قطعت واحدة مقاس كبير وعملت معيار تاني قطعته المقاس الوسط أو اللي أصغر من كده شوي على حسب المقاس اللي انت عاوزي وزي ما قلنا لازم تكون سميكة يا جماعة علشان ما تفرقعش منك لو فرقعت وهي بتتحمر مش هينفع تتحشي خلاص يعتبر انها بوزد فأنتي قدي العجينة راحتها بحيس انها لما تنفخ يكون في عجين تنفخ فيه ما يبقاش رؤياء وما تقدرش ما تقدرش انها تنفخ معاكي وهي بتتحمر في الزيت خلاص أنا كده قطعت وبعد كده هشيل الزيادات ألم مها وارجع قطعها تاني مع الدونت بتاعتي قاديها وبعد ما تقطعت هغطيها واسيبها ترتاح كمان نص ساعة قبل ما حمرها هنا بعد النص ساعة شوفي السميكة بتاعتها سميكة ازاي ما تبقاش رفيعة ابدا بعد كده بقى هحمرها عندي زيت غزير ودرجة حرارة متوسطة ما يبقاش سخن وما يبقاش بارد لو بارد الدونت هتشرب الزيت ولو سخن هتتحمر على طول من برة ومن جوه هتبقى مع الجنة وما لحقتش انها تنفخ معاكي في الزيت فلازم يبقى الزيت بدرجة حرارة متوسطة يعني فوق الدافي بشوي أبدأ بقى نزل الدونت كده وبالراحة لإن بيبقى منفخ قوي هوا فنزليه بالراحة علشان شكله ما يبصش معنا هوا شايفين الزيت ما حمرش أول ما نزلته لأ نديته راحته كده علشان خاطر يقدر ينفخ من السخنية بتاعت الزيت ما يتحمرش بسرعة ويبوز معايا بعد كده بقى أبدأ أخد من الزيت السخن كده وحط على الوش علشان يبقى السخنية محوطة كل الدونت بتاعتي وتنفخ معايا في وقت واحد ما تلاقيهاش مثلا نفخت من جنب وجنب لا وبعدين هبدأ أقلبها مش لازم أستنى لحد ما الجنب اللي تحت يتحمر للآخر وبعدين أقلب لا هفضل أقلب فيها أكتر من مرة علشان كل ما هتقلبي كل ما هتنفخ معاكي أكتر شايفين بتنفخ إزاي ولسه لما هنقلبها كمان هتلاقيها نفخت أكتر فعلا بقت زي البلونة كده هشة جدا أو مش لازم أستنى لما الجنب التاني يتحمر شايفين عايزة أوريكي بس الشكل شايفين أول ما اتقلبت نفخت كل جنب بتقلبيه بينفخ أكتر فاحنا هنفضل نقلب فيها كده على الجنبين لحد ما تتحمر وتوصل للون اللي أنا عاوزاه كل ده على نار متوسطة ولو هتقلي مرتين ورا بعض هتطفي النار شوية وتستني على الزيت إن هو يبرد شوية ما تحمريش تاني مرة والزيت سخن عنشان برضو تنفخ معينا بالشكل ده يبقى أنا لو هحط مرتين هطلع أول مرة واطفي النار واستنى دقتين تلاتة كده الزيت يهدى شوية وبعدين أبدأ أحمرتين خلاص بعد ما اتحمرت عندي وصلت للون الدهب الجميل ده هبدأ أطلعها وحاولي ما تطلعيهاش على مناديل علشان المناديل هتخليها تهبط كده وهيبقى شكلها مش حلو حاولي تطلعيها على مصفة صفي الزيت بتاعها أدي هنا هي عندي بعد ما طلعتها وهي لسه دافية ما استنياش لما تبرد هبدأ أحطها في السكر البودر بالشكل ده لأن لو بردت مش هتاخد سكر خلاص لازم تبقى دافية علشان أعرف أغلفها بالسكر كويس وممكن تضيفي مع السكر معلقة من القرفة لو انت بتحبي طعم القرفة وضيفي معلقة من القرفة للسكر عن فكرة هي الوحدها كده برضو من غير حشوة حلوة قوي قوي بالسكر جميلة يعني ممكن تعمليها وبدون حشو فلس والحد ما خلص الكمية بتاعتي كلها هبدأ بقى الحشوة عندي هنا كاسترد وهنا نوتلا النوتلا أنا حطها في المايكرويف أو ممكن على حمام ميا دافي انك تسايحيها شوية وهنا عندي بقى الازازة بتاعت السوسات دي أنا بحبها قوي بصراحة بتسعف في حاجات كتير انت ممكن تستعملي طبعا كيس الحلواني وتفتحي وتضغطي الحشوة اللي انت عايزيها بالشكل ده ممكن تحشي مربة ممكن تحشي كريمة اللوتس أو زبدة اللوتس اي حاجة انت عايزة تحشيها او انت حباها ممكن تحطيها بدل الكاسترد والنوتل هبدأ اضغط بقى كده ويمين وشمال كده لحد ما الاقي الكاسترد مالة جوه خلص ودي كده جاهز عندي او الوحدة وبنفس الطريقة للنوتلا وطبعا انا قلت مش لازم الازازة دي ممكن تستعملي اي حاجة تانية اللي هو كيس الحلواني مثلا او ممكن تفتحي بالسكينة وتبدأي بكيس عادي ممكن تحطي وتفتحي فتحة في صغيرة تملي جوه الدونت حلوة اوي وشكلها حلوة اوي طعمها تحفة ودي هنا عندي بعد ما خلصت جميلة جميلة فعلا طعمها حلوة اوي 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 وزي ما قلنا بقى حطي مربع حطي كاسترد حطي اي حاجة حطيها من غير اي حاجة كده بعالي بقى نشوف جوه كده شايفين هشة اوي وطرية طرية اوي اوي فعلا وجميلة جميلة اوي يا جماعة والله والطعم حكاية وبالفة انا وشوفها